اشتركوا في القناة جنبنا الله وإياكم شرور هذا المرض الذي أصبح قضية عالمية الذي أصبح قضية لا يمكن التغافل عنها وأصبح موضوع الوقاية من هذا المرض واجب على كل شخص فحاليا ننصح وكما ينصح لطباء كما ينصح الناس الذين يعرفون ماذا يحدث ننصح بعدم المصافحة بعدم التقبيل بعدم التقرب أكثر من الأشخاص إلى أن تنتهي هذه الأزمة إلى أن تنتهي هذه الغمة نتمنى للجميع السلامة ونتمنى أن يبعد الله عنكم شرور هذا المرض مرض كورونا الذي لا نرحب به والذي نريده أن يخرج بأسرع وقت ممكن المرأة والإعلام المرأة هي التي تعتبر نصف المجتمع وهي التي تقوم بتربية النصف الآخر يعني هي تحمل على كتفيها معنيين بوجودها في الحياة المرأة البارحة أو في يوم الثامن من آذار احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة ونحن في هذا البرنامج نقدم التهاني والتبركات لأمهاتنا ولأخواتنا وللحبيبات وللزميلات وللشقيقات وللبنات الذين هم من أكبادنا نتمنى لهم أن يكون هذا عيدهم عيد جميل عيد سعيد على الجميع وبهذه المناسبة أيضا ضيفتي هذا اليوم هي واحدة من هؤلاء النساء الذين عملوا في مجال الإعلام رحبوا معي بالإعلامية الكردية خلاة شواني فأهلا وسهلا بكم فرصة سعيدة بقناتكم الكريمة أحييكم وبمناسبة أيدي المرأة أهني نفسي وأهني كل مرأة قيادية في مكانها خاصة في الإعلام هي تعتبر قيادية لأنها تكافح في كل المكانات قد تكون أعلام حربي قد تكون أعلام فني أعلام ثقافي كل المجالات أحييها وبارك لها هذا اليوم الكريم خلاة أنت تعملين في مجال الإعلام ويحب ذا لو تعطينا صورة معينة عن نشاطك الإعلامي للجمهور حتى يعرف من أنت وماذا تعملين أنا خلاة شواني خريجة كلية إعلام في تكريد أعمل في الإعلام وأني مسؤولة عن كل الإعلام مسؤولة عن اتحادين الموجودين من بغداد أعلام الاتحاد الصحافة العربية اللي موجودة في مصر أعلام الإعلام العالمي الأعلام الحقوق الفنانية والصحفيين أنا مسؤولة عن مكاتب القناة الفراطين كل المكاتب الموجودة بالإعلام أنا مسؤولة عنها نعم الآن أنت في خضم العملية الإعلامية أنت في خضم هذا المجهود الكبير الذي تقدمه كامرأة وكإنسانة اختارت طريق هذا الإعلام في هذا البرنامج سوف يكون عندنا محورين الأول عمل المرأة في الإعلام ونظرة الإعلام للمرأة نظرة الإعلام العام بالنسبة للمرأة الكردستانية والمرأة العراقية بشكل عام لماذا اختارت أن تدخلي هذا المعترك؟ الإعلام يعتبر سيفدو حدين فيها القوي فيها يقلل المراتب والإعلام كلمته واحدة قوية هي الوحيدة السلطة الرابعة التي تحكي في كل مكان وهي المسؤولة عن كل شيء نحن أنت تكلمت بشكل عام لكن نحن كواقع حياتي نعيش في كردستان وفي العراق هل الإعلام وصل إلى هذه الدرجة بحيث مثل ما اتفضلت وتكلمت عنه هل أنت كإعلامي عندك هذه الحرية الكاملة أن تقولي كل شيء؟ أعتبر الإعلام سياسة اللغة سياسة العطاء سياسة المحبة هي رسالة تحب تقدم كل شيء في الفن في السياسة في الثقافة في الاقتصاد هي اللغة تحكي في كل المواضيع أكيد هي مسؤولة عن كل شيء حتى في الأوضاع هي تكون مسؤولة عن الأمان مسؤولة عن الحريات مسؤولة عن الحرب هي الكلمة الوحيدة إلها يعني أنت هنا أنطيت حجم أكبر حجم كبير للإعلام لا أقول أكبر حجم كبير للإعلام يعني الإعلام بحد ذاته جاية من كلمة علمة أو جاية من الفعل الثلاثي علمة ومعنى هذا أنه نريد نوصل فكرة إلى الناس نريد نوصل حالة إلى الناس نريد أن نخلي الناس في الصورة فالإعلام الآن تطور كثير الإعلام أصبح أصبح سلطة رابعة أصبح سلطة هناك دول يعني دول أقيمت على الإعلام دول أنشئت على قوة الإعلام الذي فيها لكن الإعلام أيضا ذو وجهين يعني هناك الإعلام الخدّاع هناك الإعلام المنافق هناك الإعلام الذي يأمن بالمبدأ الميكافلي الذي هو الغاية تبرر الوسيلة أنه نحن نمر أشياء في سبيل نحقق أشياء أخرى أنت كإعلامية تعملين في وسط هذا الوسط هذا الكردي الكردستاني كيف تصنفين الإعلام الكردي بوجهة نظرك يعني؟ الصنف بداية قوة بداية أطاق بداية يعني محاور زديدة بداية محاولة في دخول في كل المجالات وكسب أكثر من ما عنده أكثر قوة ليكون أكثر قوة وأكثر عطا وخاصة عنده أكو دورات بالنسبة لي أعمل دورات مجانية من الاتحاد الصحافة العربية اتحاد الحقوق الفناني وصحفيين الاتحاد العالمي هي باب لتوسع الثقافات وتوسع العلم وباب فتح مجال للشباب يعلموا أن العلام جميل جدا بس الغاية تكون ناس غير البصيلة كل المجالات بها يعني بنظري كل المجالات بها دوجهين حتى يعني بالتربية بالاقتصاد بالتجارة بالسياسة كل هو شيء نعم أنت ما جوابتيني على سؤالي يعني احنا نريد نصنف الإعلام الكردستاني الإعلام العراقي بشكل عام كيف هو حاليا هل هو بقدر المسؤولية يعني حاليا نحن المنطقة تعيش المنطقة خاصة في العراق الآن العراقي يعيشوا في زلزال سياسي زلزال يؤدي أو سوف يؤدي إلى تغيير الكثير المعطيات يعني الناس في بغداد وخاصة المحافظات بغداد والمناطق الجنوبية ثاروا وانتفضوا والآن يتظاهرون من أجل حقوقهم التي يعتبرون أنها مهضومة ولم تصلهم الآن نحن فيها خضم خضم هذا الفوران السياسي الاجتماعي الموجود حاليا حتى تغير أنا باعتقادي أن هذه المظاهرات التي تحت حاليا طبعا نحييها غيرت أكيد الأعلام هي وحيدا غيرت أنا هذا السؤال أنه هذا دور الإعلام هنا دور الإعلام كان قوي أبسط شيء يعني علمت الناس المتظاهرين سياسيين هدفهم هدف سلمي هدفهم هدف عطائي بحيث يكونون كل إنسان لقدرة يكون بيت يكون إلى مثلا علاقة مثلا مجال أمل في الحياة فرصة أمل في الحياة مجال أمل بالتطور السياسة والإعلام ضد بعض ضد بعض أكيد أنا راح أركز على بعض الأشياء التي تقولها حتى نفهم الجمهور أيضا يفهم السياسة والإعلام ضد بعض هذا شيء يحتاج إلى أن نخلي عليه عدد من الخطوط المظاهرات بدأت لحاجات بسيطة اللي هي كما قلت لقمة الخبز والعمل فرصة العمل لكن أخذت المظاهرات تأخذ أبعاد أخرى يعني الآن السقف العام للمتظاهرين أصبح عالي جدا يعني أصبح عالي بدليل أنه ترشح رئيس الزراء وأيضا انسحب لأنه لم يحقق ما كانوا يريدونه المتظاهرون أو حتى لم يحقق ما كان تريده الطبقة الحاكمة بشكل عام الآن قلت الإعلام هو يختلف عن السياسة أكيد اشرحينا هذا وجهة النظر بدليل أكو إعلام الإحزاب بدليل أكو إعلام السياسين بدليل أكو دعايات للسياسين خاصة بدليل أكو فضايات خاصة لهم معناها الإعلام ذو وجهين أكيد يعني الإعلام اللي تكلمين عنه الإعلام المستقل هو مثل ما يقولون يعني أنا من الناس أنا أيد صوت الحر صوت الإعلام المستقل بس صوت الحر الفقير ما رح يوصل صوتك يعني الإعلام لما يكون مدعوم الإعلام هو تنور يعني تنور يحتاج الكثير من المادة يحتاج إلى الكثير من النقود يحتاج إلى الكثير من المصالح حتى لكن الإعلام الفقير ما يقنع شخصين إعلام الفقير أكيد أكيد ولهذا الإعلام لما يعني ممكن الحالة ما بس بالعراق عندنا الإعلام الحزبي موجود في كل العالم موجود في كل العالم وأنا ضد موضوعة الإعلام المستقل لأنه لا يوجد إعلام مستقل الاتفاضات بدأت بإعلام مستقل ما أعرف أنا بالنسبة إلي كرأي شخصي أن الإعلام عندنا خاصة إحنا بالعراق ما وصلنا إلى هالحالة أكيد ما وصلنا إلى هذه الدرجة أكيد يعني لأن الإعلام يحتاج إلى دعم دعم سين أنت من تأخذين الدعم أكيد وغير من جهات معينة هذه الجهة المعينة من تنطيك لتصرفين على الإعلام تكون متحدثة رسميا ما تعبرين عن وجهات نظرها حتى تمررين الرسالة لهم يريدون يكون فإذا تركينا موضوع الاستقلالي خاصة عندنا أنا باعتقادي ما أعرف يمكن غلط يمكن صح ما أعرف هي من قصة غلط وقصة صحة الإعلام كمتظاهرين بدأوا بدأوا بإعلام الحر صوت الحر وإعلام مستقل بدليل أكو جهات هسة يعني تأيدهم أكو قنوات هسة أتهم لأيدهم أكو قنوات خاصة تأيدهم أي أي يعني تأيد بالنسبة للمنتظرين تأيدهم يدعمهم يعني الانتفاض المنتظرين عندما تأيدهم أكيد عدهم أديولوجية معينة أكيد عدهم فكرة معينة لكن بالنسبة للمنتظرين والإعلام دعني نقول سؤال آخر كيف تعامل الإعلام بالذات مع هذه الظاهرة ظاهرة الانتفاضة أو ظاهرة المظاهرات التي كانت موجودة فيها أعتبرها هم سلاح دوتين بصم وقف في المظاهرين يعني وكان قوي وكان مؤيد المظاهرين وكان عنده هدف لأنه هدفهم سلمية أيدهم أقول لا أكون ضدهم حاربهم كل سياسات زين هل سنجي على موضوعنا الأساسي اللي قلنا أننا راح نتكلم به وهو المحورين في هذا البرنامج كيف تجدين المرأة في الإعلام؟ ما هو دور المرأة حاليا؟ أحكينا بالتفصيل عن دور المرأة ككردستان ودور المرأة كعراقية ما هو دورها في الإعلام؟ وكيف استطعت أن توصل صوتها إلى الآخرين؟ دورها أعتبر جيد هي ما أعطاها هي صاحبة رأي كونها دخلت في كل المجالات وأثبتت نفسها بجدارة الإعلام هي الوحيدة تثبت المرأة قوية أنا كرأي الإعلام هي تثبت كأن المرأة قوية لأنه هناك إعلام الحربي أو إعلام السياسي أكيد المرأة أعتبرها بقوية الإعلام يقوي المرأة أنا برأي إعلام يقوي المرأة لكن المرأة اللي دخلت الإعلام هل هي قوية أساساً يعني حتى؟ أكيد مو قوية بس أخذت القوة من أي شيء أخذت القوة زين نحن ليش ما نكون واضحين وصريحين ونتكلم بالله مثل ما يقول المصري على بساط أحمد أكيد أكيد يعني الآن المعروف في الإعلام أن المرأة من تدخل الإعلام تدخل مع الكثير من التضعيات والتنازلات أكيد جمالها جسديها يعني جمالها شكلها نشاطها كلها من أسباب ذكائها من أسباب المسهلة لدخولها للإعلام ولهذا تشوف أنه يبقى دورها هو دور ثانوي سطحي ثانوي يعني ما فاتت في جوهر القضية يعني يبقى دورها سطحي ظاهري شيء جمالي يعني يضيف حتى الآن حاليا في التلفزيونات وفي القنوات الفضائية يستعينون بشكل الجمالي أكثر مما يستعينونه وأيودك جدا فإذا للمرأة هذا السلاح عندها السلاح آخر يعني أكيد سلاح النشاط سلاح القوة أنا بكما نظري أحس المرأة مو بجمالها بالزاد بالإعلام الجمال حد مثلا نسبة جمالي بس الجمال الجمال عبقرية يعني الجمال الله سبحانه وتعالى خلق الجمال أكيد وهو جميل ويحب الجمال أنا ما أعتقد فيه ضير في هذا الموضوع لكن أنت كيف تستغلين هذا الجمال؟ أستغلها بقوتي بفتح دورات مجانية بفتح دورات للشباب وأييدهم وأعطيهم فرصة أمل يدخلهم في قلال قنوات تلفزيونات مجالات زين المعرقلات اللي تدخل في خضم رحلة المرأة للدخول الإعلام شنو هي المعرقلات اللي ما تخليها تبرز وما تخليها تكون بالصفحة الأولى خلن نقول هي تبرز بس نسبة المعاوقات المعاوقات اللي تواجهها الأبصد شيء هي مثلا الشهادات وشهادات مثلا ما تزمن مثلا هي مثلا كونق صاحبة مهنة صاحبة جدارة صاحبة شهادات يمكن جمالها أكثر تبرز يعني تركينا حسنا حاليا أنت تعتقدين أنه شكل هو اللي يطغي على مسألة أكيد 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 لكن شنو هي المعرقلات اللي خلينا نقول المادة هو أهم معرقلات بالله المادة شنو المادة أكثر شيء بالمادة أكثر شيء بالعلام هي المادة طبعا يعني مطلبات مدربين مدربين مثلا قرطاسية كادر كادر مثلا دعوة تلفزيونات مثلا كادر مثلا هاي القاعات القاعات المخصصة للدورات أكيد يحتاج تمويل لا احنا احنا اتكلمنا عن موضوعة التمويل وتكلمنا عنها لكن العقبات والتي تخلي طريق المرأة مقفل في النهاية يعني هناك عفوا حتى أوصل لشيء فكرة هناك من الإعلاميات بدون ذكر اسمه بدون ذكر أحد وما نقصد أحد بعينه تتنازل عن الكثير من القصص والقضايا اللي يتعلق بها من أجل أن توصل لكن أكو نساء وأكو نساء إعلاميات ما يتنازلون أكيد يعني ما يتقبلون الشيء فالعلاج وعنما يمكنهم يمتلكون المقدير يمتلكون الكفاء يمتلكون النظرة العامة للأمور أكثر من الأخرى يعني أيد المرأة القوية هاي أعدك المعرقلات أيد المرأة القوية وإذا هي واثقة بحالها وشخصيتها وواثقة من مهنيتها أكيد توصل يعني أكيد توصل في حالة وجد جو الصح والمهنية جو الصحي يعني المهنية في العمل يعني أكو أشياء معينة مثلا حاليا أنت حكيت عن الإعلام الحاربي والإعلام السياسي نتكلم عن الإعلام الحاربي يمكن الدورة المرأة في الإعلام الحاربي خاصة في الميداني خلنا نقول في النقلة الميداني للأحداث يكون صعب بالنسبة للمرأة تكون قليلة يعني تفوت بخطوط النار وتفوت بالانفجارات والقتل أنا بالنسبة إلي من 2003 كان عندي قروب أيضا وكان من ضمنهم إسبان ومن ضمنهم ألمان ومن ضمنهم فكان هذول كانوا بنات بنات بس على كفاة عالية يعني كان يفوتون خطوط النار بدون أي خوف لكن هذا مو قياس يعني مو قياس بس حب العلام يخلي 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 الواحد قوي يعني مو كل النساء يقدر أنا براي العلام إذا عندك رسالة ومبدأ ومهنية تدخل كل المدالات أنت مثالية يعني عدت تحشيني بشكل مثالي أنا أريد نحشي بشكل العلام صعب أكيد العلام صعب العلام كأي مهنة بها مواجهات وبها خطورات وبها كل شي بس العلام هي روح الجمال اللي تتقلك من مكان المكان هل يستطيع الإعلامي في كردستان وفي العراق أن يقول الحقيقة لا أتصل لا أكيد على العموم أيضا هاي نقطة تحسب على الجو العام يعني الجو السياسي العام يعني أنت قلت سيطرة الأحزاب على الإعلام وكل حزب بما لديه فريق خلي نقول على العموم هذا الموضوع نيجي إلى الخط الثاني اللي هو المحور الثاني من البرنامج نظرة الإعلام إلى المرأة بعيدا عن كون المرأة إعلامية يعني تركينا أكيد حاليا نحن كإعلام نشتغل وما نحكي ذكر أنثى لكن نظرتهم إلى المرأة تكون ظالمة قسم تكون ظالمة قسم تؤيدها يعني أكثر الشيء يعني لو توضحين بعد أكثر أي مهنة أي مهنة مواجهتها صعبة خاصة الإعلام كون هي تبرز شخصيتها وقيادتها ومهنيتها تكون صعبة جدا أكيد يعني أنت تقولين أن الإعلام لم ينصف المرأة في كردستان وفي العراق لم ينصفها بدليل المرأة دائما كل مكانات وكل مجالات تكون نمرة في الدرجة الثانية بس هذا أيضا ما يمنع أنه حاليا في وجود نساء لا نساء مجتمعنا مجتمع ذكوري يعني هل لعدنا نساء مثلا قياديات عدنا نساء وزيرات عدنا نساء مديرات دعنا نقول مدير مديرات عامين عدنا نساء في الفرلمالات يعني عدنا نساء وسط أعتبر كردستان أحسن نسبة ما من وضع العراق من وضع العراق كجوية كثقافتها كحياتها الشخصية نحن الكرد نقوي المرأة بقدر ما نستطيع يعني أنت هسا جبتي كلام مفيد جدا هو كلام دقيق بصراحة قلتي كلام داخل المجتمع الكردستاني بشكل عام أنا أقول كردستاني ولا أقول كردي يعني المجتمع الذي يعيش فيه كردستان من التركمان من المسيحيين من الآشورين من يعني الإيزيديين إلى آخر هذول المجتمع يشكلون المجتمع الكردستاني نظرتهم إلى المرأة تختلف عن الإجزاء الأخرى من العراق يعني الآن المرأة قيادية في كردستان المرأة في كردستان مرأة قيادية وشخصيتها بارزة ولا تخشى أي أحد وتكون كلمتها موثوقة نعم يعني بس هذا أيضا أيضا يخلي أنه مول الصورة وردية بهالشكل كل حياة كل مدالات كل مكان ماكو صور وردية أكيد الحياة بيها معرقات ويها أكيد بيها تعب وبيها مشاغل بيها بيها كل المعوقات اللي أكيد توقف قدام المرأة وكيف المرأة تكون هي الأم وهي تعطي في كل وقتها ولا تنسى المرأة من تكون إعلامية هي تحارب كل المجالات يعني تحارب في كل المجالات لأن تكون ساعات القليلة عليها ضغوطات وساعات القليلة تكون مع عائلتها تكون يعني هي مثلا إذا أنت مثل ما تفضلت حتى الصورة تكون واضحة أن المرأة مثلا مما تعمل هي عدها عمل في دائرة معينة وعدها عمل في البيت أيضا وعدها عمل آخر اللي هو تربية الأطفال عدها عمل آخر هو إرضاء الزوج أو يعني هاي كلها عمال شاقة جدا شاقة جدا يعني يعني ولهذا أنا برأي أنه أقول دائما أن المرأة هي نصف المجتمع وهي اللي تربي النصف الثالي يعني ولهذا الحمل عليها حملين بصراحة الحديث عن المرأة وبالمناسبة يعني إحنا قلنا أن المناسبة هو مناسبة عيد المرأة إحنا ما نخلي بس بالمناسبة نتذكر المرأة المرأة هي كل شيء بالنسبة في الحياة بنظرتي كردستان أعطت فرصة لنساء جيدة كباقي المحافظات محافظات الجنوب كونها المرأة تكون حرة وقيادية والأخ يسندها والزوج يسندها ويكافح معها نعم بدليل مجال الألام في كردستان كثير فيها نساء يعني الحرية الحرية ماذا عن حرية المرأة يعني شون تشوفين المرأة وحرية المرأة في كردستان بشكل خاص وفي العراق بشكل عام في كردستان الحرية نعتبر يعني نأيدها نعتبر جيدة لكونها منطقتها توالم الثقافات وتستبع الثقافات شعب الكردي محبة للثقافات محبة للعطاء محبة للتعايش والسلم بين الله أكيد بس شعب الكردي أيضا شعب يعني أكيد أعتبر مظلوم يعني أولا أولا خلننقول أن الشعب الكردي هو شعب يعتبر من شعوب الشرق والوسطية ثانيا من الشعوب التي هي متأثرة أساسا بالآخرين يعني متأثرة بالمحيط الذي عايش به يعني هي مو دولة مستقلة حتى كأنها التي هي تريدها هي تبقى متأثرة بس يعتبر كنسبة للمحافظات الخير بس العراف والتقاليد أيضا لا زالت في كردستان موجودة بس تقلت يعني قلت قلت بشكل قلت بشكل إيجابي ولا قلت بشكل ما يتناسب مع تطور المشترك قلت بالنسبة لا تتناسب مع ظروف وتطورات اللي حولها يعني عزيزتي التطور حاليا عايشير بشكل بشكل سريع تطور الحضاري تطور التكنولوجي تطور الإنساني لا تنسى المرأة الكردية هي مناضلة هي مكافحة هي قيادية هي ضابطة يعني أتوار أكو فرق يعني هي المرأة بشكل عام في العرف العام لقياس لقياس فكرتنا أحنا ككرد للمرأة أن المرأة كانت تقاتل مع البيشمرقة كانت تقاتل من أجل حريتها كانت تتحافظ على البيت أثناء غياب السوج كانت تتمثل أدوى أكثر من ذلك المرأة الكردية تختلف عن كل المرأة في العالم هي مكافحة هي قيادية هي ضابطة هي مقاتلة هي مربية هي مكافحة هي مكافحة ضد البيئة التي لا تدعمها إذا نسمع هي مكافحة التي تطوير من حالها من حال الحال فأحييها تأذبتت وجودها المرأة بهذه المواصفات التي تكلمت أنت عنها و التي تكلمنا عنها بهالبرنامج هل أخذت حقها هل نلعدها حق حاليا يناسب العطاءات الشبق الأوسط نسبة ما تعطي نحن خلينا من الشرق الأوسط الكردستان كردستان يعتبر نسبة جيدة أعطت حقها وأعطت أطاها وأيدت المرأة تكون قيادية تكون في البرلمان تكون في المدراء في الوزارات يعني يعتبر جيدة وزارات خارجية وزارات داخلية أعتبر جيدة كنسبة عن العراق والمحافظات التي حولنا أكيد الآن تكلمنا ستخلات عن الجمعيات والمنظمات التي تشرفين عليها الاتحادات عفوا حكينا عليها طموحك شنو شتريدين السوين وين وصلتي حققت شي حققت بفتح دورات كوني مسؤول عن اتحادات الموجودة بغداد وموجودة عن اتحاد الدولي كوني نائبة منطقة الشمالية في مصر بفتح دورات مجانية لأعطاء الكادر الشبابي نسبة من الفرحة نسبة من الثقافة نسبة من اهتمام الإعلامي وتطويرها و كدور فاعل في حياة الإعلام دورات مجانية من من أدات المدربين من مصر من عراق من أوردن من تونس الأرضية مناسبة بالنسبة لك يعني داي يساعدوك بالنسبة على هذا الشيء يعني دعنا نقول الرسمية وشبه الرسمية منظمات المجتمع المدني أو حتى الحكومات يساعدوك يعني إذا يسهلوك الأمور مالك نسبة ما بس مو دائما يعني مو دائما أكيد نسبة ما مو مستمرة أكيد على العموم احنا فرحنا جدا بوجودك معنا إنسانة طموحة إنسانة إعلامية امرأة تقوم بهذا النشاط وبشكل مجاني انتكررتها أكثر مرة هذا يشرف نحن أن تكون بين إنسانة كردية تعمل في هذا المجال مجال الإعلام هذا المجال الواسع الخطير الكبير نتمنى لك الموفق ونتمنى للاتحادات التي أنت تقومين بإدارتها أن تصل إلى المستوى التي أنت تطمحين إليه أتمنى أخدم الشعبي أمنية أخدم شعبي كل الاتحادات التي أستلمها أمنية أخدم شعبي بها إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق والموفقية وشكرا لحضورك معنا وأنتم مع الزائد مشاهدين هكذا تنتهي هذه الحلقة على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى نستودعكم الله ونقول كذلك لكل الناس ولكل المجتمع ولكل المواطنين أبعدكم الله عن شر كورونا وغير الكورونا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا